مجلس النواب مجلس النواب منتجات الحرفية التقليدية الوطنية إذ قرر المجلس رفض المشروع من حيث المبدأ وحالته إلى مجلس الشورى وعلى صعيد المتصل فقد وافق المجلس على عدد من الاقتراحات برقب أهمها بالشأن مساعدة ودعم موظفي الحكومة الذين يدرسون على حسابهم الخاص في الجامعات المحلية والخارجية من قبل وزاراتهم وعفاء الأرامل والأيتام والمكفولين من قبل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من الرسوم الحكومية وكان على جدول الأعمال عدد كبير من المشاريع بقوانين خمس مشاريع بقوانين واقتراحين بقانون كان يمكن أن أهم هذه القوانين التي تم تمريرها من المجلس قانون متعلق بتعديل نظام الأساسي لشركة البتروكومويات واللي أكيد لا أثر كبير في هذا الجانب أيضا قمت أنا شخصيا بطرح تعديل على هذا المشروع لأن المشروع قديم وفي تعديل بعض الألفاظ المتعلقة بدولة البحرين إلى مملكة البحرين أما من ناحية الاقتصادية فهو لا أثر كبير في الجانب الاقتصادي ودعم هذه الشركة الوطنية التي ترفض الاقتصاد الوطني بالكثير اليوم كان عندنا مناقشة مشروع قانون اللي هو شركة البحرين المقاصة وتحويل الشركات المقفلة تحت مضلتها في حالة تأشيرات والقيل طبعا همية هذا المشروع أنه راح يزيد عدد الشركات المدرجة في البورصة وكذلك راح يوجد شراكات لهذه الشركات مع مستثمرين سواء محليين أو على مستوى الخليج أو على مستوى أقليمي أيضا فأحنا اليوم ناقشنا واستمعنا حق بعض ملاحظات عضاء المجلس اللي هي كانت عندهم مخاوف أن هذه النقل راح يأثر بشكل سلبي على الرسوم التي تم استحصالها من هذه الشركات حاليا لوزارة التجارة أو أن الصيغة القانونية اللي نقلها راح يسبب اختلاف ونأخذ المرئيات من الجانبين إن شاء الله رجع مرة ثانية ونشوف النور لأنه نعتبره من الحلول المبتكرة خصوصا بعد جائحة الكورونا تم مناقشة اقترح برغبة بشأن إعفاء الأرام المكفولين من قبل المؤسسة الملكية الإنسانية من الرسوم الحكومية والحمد لله تمت الموافقة على هذا المقترح واللي احنا نولي اهتمام كبير لهذه الشريحة من المجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر